كابتل محمد مصطفى فاتحي انت السبب تقريبا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انت جبته الزمالك يعني ايه رأك فيه شوف يعني مصطفى امتداد لشكبالة خالد يعني مصطفى من اللعبة الكبار قوي قوي لكن يعني للأسف ما كانش متأسس زي حالتنا في اه يعني اه هو طبعا لعف عندها صخيارة بره اعتقد كان في الدكارن مش دكارن في بالقاس في بالقاس اه اه فتكوينه كمان الجثماني لغاية عشرين سنة لغاية تسعة عشر سنة اه وجي الزمالك بعدين وجي عندنا النادي لكن كنت انا دايما حتى كنت لو ترجع الحلقات سابقة بيني وبينك كنت بقول ان لازم مصطفى يعني يبقى اه حاجة زي صروا للنادي فلازم يتأسس كويس لازم يتبصله كويس لازم يتشاف كويس علشان ده فيما بعد هيطلع ويحترف وهيجيب فلوس كويسة للنادي لو لو سافر ما سافرش هيبقى امتداد لجيل كبير جدا انت وكابتن احمد رمزي ومجموعة كبيرة ووشي كبالة ومجموعة كبيرة جدا من 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 اصحاب القدم اليسرى طرق السعيد وطرق السيد وطرق السيد وابو العلو وابو العلو وحمد عبدالواحد ووحمد عبدالله الزب فكان ده يبقى امتداد لكن الاصابة اخرته شوي العودة في سموحة رجعته كتير جدا يعني رجعته لمستوى كتير جدا لازم دلوقتي بقى ياخد الفرصة في القيادة يعني مصطفى من كباتن الفرق على فكرة هتولي الجون بتاعه كده ده هو ده هو جاب الجون هو الكابتن طبعا ده هو نزل خد الشارع جاب الجون طبعا ودي ودي هتديله كمان دافع القيادة دي خالد انه هو يبقى محافظ على الباص بتاعه زي ما انت عارف الكابتن الفرق لما بيبقى جوه الملعب لازم بيبقى قدوة للعيبة كلها فالباص بتاعه مش هيعمل الباص بالسهل انه هو يتقطع منه الكورة هتلاقيه اه الدقة عنده بقت اكتر والدقة في الكباري كمان اه لا ده ده كل ماتش كده اه كل ماتش كده اقول عن فكرة انا انا من كتر ما هو ادى كباري ناحية اليمين دي انا ببقى عارف ان اللي جاي اكيد عارف انه لا ده ممكن ديني كبري وبياخد كبري تعارف انا من كتر ما انا يعني الحاجة الوحيدة بس شوية اللي كانت يعني شوية بسطاني لجول بتاعه اشتركوا في القناة